ما هي كارثة فوكوشيما؟ وماذا نتجاعتها؟ أدت صنامي الذي ضرب مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان في الحادي عشر من مارس سنة 2011 ميلادية إلى حدوث تسربات نووية من المفاعل إلى الهواء والأراضي المجاورة مطلقا مواد مشعة فيه فقد أجلي في اليوم التالي لهذه الحادثة نحو مئتي ألف نسمة من السكان المجاورين لهذا المعمل والذين يعيشون في نطاق عشرون كيلومتر من موقع الكارثة في حين حذر القاطنون بين هذا النطاق والنطاق ثلاثون كيلومترا أوصوا بالبقاء داخل منازلهم لتقليل خطر تعرضهم للإشعاع ومنذ ذلك الحين توالت الإدعاءات حول احتمالية زيادة معدل الإصابة بالسرطان بين السكان المحليين لاحقا وبعد انقضاء عدة أشهر على الحادثة بدأت جامعة فوكوشيما بإجراء مراقبات عامة غير مسبوقة على الأطفال للكشف عن الأعراض المبكرة لسرطان الغد الدرقية والذي ينجم عن التعرض لنظير اليود المشعر 131 ويؤدي لاحقا إلى الإصابة بأمراض سرطانية مرتبطة بالإشعاعات إذ عملت الجامعة على فحص مئات الآلاف من الأطفال الذين كانوا بأعمار محتملة لتنامي سرطان الغد فيها والقاطنين في ولاية فوكوشيما كانت نتائج تلك الفحوصات صادمة إذ أن نحو نصف الأطفال الذين فحصوا المقدر عددهم بما يقارب 300 ألف طفل وجد لديهم حوي صلاة على غددهم الدرقية في حين تم تشخيص إصابة 100 طفل آخر بالسرطان والمخيف في الأمر أن هذه المستويات أعلى بكثير من أي مستوى سابق تم تسجيله وكما هو متوقع فقد استغلت هذه النتائج من قبل الساعين إلى إثبات مخاطر الطاقة النووية في المقابل دعا العلماء لوقف هذه التأويلات التي تشير إلى ارتباط معدلات الإصابة بالسرطان بتعرض الشخص لإشعاعات نووية إذ يظنون أن هذه الزيادة في المستويات ناتجة عن طريقة تشخيص الأمراض التي تتم بأخذ عينة من جسم المريض وفحصها وبما أن الدراسة فحصت عالبا من الأطفال أكثر من أي فحص سابق فقد وجدوا أن معدلات الكيسات والحوصلات والعقد السرطانية المتكونة على الغدد الدرقية قد تزايد كثيرا في الواقع تنبع العلماء مسبقا أن خطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص القاطنين بالقرب من الموقع غالبا سيكون منخفض تعد هذه الكارثة ثاني أكبر كارثة نووية وقعت بعد حادثة تشيرنوبيل الشهيرة في أوكرانيا إذ أطلقت كارثة فوكوشيما نحو عشر كمية الإشعاعات التي أصدرها مفاعل تشيرنوبيل والذي توجه معظمها إلى البحر لم يتعرض العمال الذين تعرضوا للقسم الأكبر من الأشعة في فوكوشيما لأي شيء مشابه لما واجه عمال تشيرنوبيل لكن رغم ذلك عليهم أن يخضعوا لفحوص قصات سنوية لبقية حياتهم إضافة إلى تسجيل إصابة واحدة فقط منهم بمرض إبيضاد الدم اللوكيميا في الواقع ليس السرطان التهديد الأكبر لسكان ولاية فوكوشيما وإنما الصحة العقلية والاجتماعية فقد سببت هذه الكارثة الطرابات هائلة وعطبت أعمال السكان كما سببت ضغوطا عقلية شريدة لديهم إذ أن السكان الذين أخلوهم معرضون أكبر بخمس مرات لمعاناة من الأمراض النفسية مقارمة مع سكان باقي المناطق في اليابان في حين أنه 14% منهم سجلوا على أنهم أشخاص يعانون من الصدمات النفسية فيما بلغت نسبة الأربعة بالمئة لبقية السكان يعانون من نفس الحالة